وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتوفير التمويل المطلوب لمساعدة المزارعين في تحويل زراعات قصب السكر إلى نظم الري الحديث بتلا من الري بالغمر جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مدبولي مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال حيث اطلع رئيس الوزراء على الموقف المالي والتدفقات النقدية لجهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من 2020 حتى 2024 فضلا عن جهود الجهاز لتعزيز استدامة تنمية المشروعات